السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم أمين وصفتنا النهاردة تفتيح ترتيب مرتبة لجميع أنواع البشرة تفتيح وبالذات كمان للبشرة الحساسة ترتيب عمير جدا وصفة مفيدة جدا تعالوا نشوف المكونات أول مكونات معينا هو معلقة رز مسلوقة مطحونة كويس يعني أو مهروسة كويس تمام بالشكل ده معلقة كبيرة تمام وبعدين هنحتاج جل بزور الكتان دايما بقول لكم يبقى معينا عشان ما نكسلشي لأنه مفيد جدا ممكن تستخدميه كل يوم على شعرك من المرطبات ومن يعني يعتبر بلسة من الشعر وهنحتاج زيت شجرة الشاي نحتاج منه 15 نقطة من زيت شجرة الشاي تمام تعالوا كده نشوف هنعمل ايه وهنضيف عليهم ايه كمان طيب أنا لو ما عندي زيت شجرة الشاي علمتكم ازاي نعمل الزيت ولكن ممكن تأخذي مستخلص بس يعني تغلي الشاي تأخذي يكون تقيل كده وتأخذي المستخلص بس ايه يعني 15 نقطة منه ده البديل البديل التاني ممكن تحطي الشاي وتحطي في زيت زيتون وتحطيه في حمام مياه يغلي ربع ساعة تلت ساعة بعد كده تسيبيه مين تلاتة في مكان ضلمة هيبقى عندك ممكن تستخدم الشاي الاسود او الشاي الاغضر حطينا هنا معلقة كبيرة من جل الصباق من جل الكتان بزور الكتان وقلبناهم كويس جدا هنحط هنا بقى ايه 15 نقطة من زيت شجرة الشاي تمام يعني اللي انا بقوله اللي هو لو ما عنديه شجرة الشاي ده البديل يعني طب مفيش بديل ممكن نحط زيت اللوز الحلو ممكن نحط زيت الصبار زيت جوز الهند الارجان حطينا 15 نقطة من زيت شجرة الشاي نقلبهم كويس جدا عشان يتجنسوا مع بعض ممكن كمان نضربهم بالهند بلندر عشان يبقى على شكل كريمي لكنها كنت بس مستعجلة فبديكي بس الفكرة كده خلاص طيب هنحتاج 3 حبات من فيتامين ايه 3 حبات من فيتامين ايه ما عنديش فيتامين ايه ممكن نحط جريسلين ما عنديش جريسلين ممكن نحط فيتامين هاء طيب ممكن نحط زيت اللوز حلو او زيت الجزر تمام يعني دول الزيت كمان بزور العنب احنا هنعمل ان شاء الله الفيديو اللي جاي ازاي نعمل زيت بزور العنب الحاجات دي بتبقى غالية والمشكلة لما نعملها في البيت خلاص كده الوصفة تمت نحطها في برطمون او في علبة هتقعد معانا في التلاج من اسبوعين اه لتلاتة لو حط عليها جريسلين من اسبوعين لتلاتة مش حطين يبقى هما سبع ايام هنستخدمها كل يوم قبل ما ننام او يوم بعد يوم قبل ما ننام ونخسل بشرتنا بعدها بنص ساعة تلاتين دقيقة من عشرين لتلاتين دقيقة ونحط الكريم والمرطب بتاعنا او المرطب اللي احنا بنستخدمه عنديش مرطبات ومعنديش اي حاجة الجريسلين تمام نحطه على بشرتنا كده والنام واتمنى الوصفة تكون عجبتكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر